شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في هذه الحلقات يدور حول أحدى أمهات المسائل الاعتقادية التي أثير حولها جدل كبير وهذه المسألة هي عصمة أهل البيت وفي مقدمتهم خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وقبل أن نبدأ بالبحث نقدم بإذن الله تعالى مقدمات ثلاث المقدمة الأولى عصمة أهل البيت ومشكلة الغلو قضية العصمة في أذهان الكثير من المسلمين ربطت بقضية الغلو أو بعبارة أخرى عقدة الغلو ولعل هذه العقدة تمثل إحدى أهم العقد التي تقف حائلا أمام فهم الآخرين لمذهب أهل البيت يعتقدون أن أتباع أهل البيت مغالون ومن مظاهر هذا الغلو اعتقادهم بعصمة أهل البيت نحن أولا يجب أن نعرف ما هو معنى الغلو 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 من الناحية اللغوية إذا تراجعون كتب اللغة الغلو عبارة عن الارتفاع وتجاوز الحدود نحن نقول غلت البضائع غلت يعني ارتفعت أثمانها في اللغة العربية يقال غل السهم يعني تجاوز الحدود المتوقعة ووصل إلى أقصى غايته من الناحية الاستلاحية التي ترتبط ارتباطا جذريا بالمعنى اللغوي الغلو أن ترفع شخصا فوق رتبته الواقعية إذا الشخص له رتبة واقعية أو الشيء له رتبة واحد جاء ورفعه عن رتبته هذه الحالة يقال لها الغلو مثلا إذا واحد عالم في مستوى متعارف من العلم يأتي رجل ويقول إن هذا العالم هو أعلم الأولين والآخرين لم يسبقه لم يسبقه سابق ويقول لا يلحقه لاحق هذا رفعه عن رتبته هذه الحالة غلو غلو لا هذا مو غلو الحالة تعبر عن حالة الجحود الجحود وحالة أمام تنكروا هذه الحالة فهذا يعبر عن مكابرة وجحود وإما أن لا تعرف له هذه الرتبة فهذا يعبر عن حالة الجهل الجحود أو الجهل أو الواقعية ثلاث حالة إذا واحد بناء على ما تقدى إذا واحد إجي وقال أن آصف ابن برخيا ابن أخت النبي سليمان على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام هذا عند ولاية تكوينية أو شبه ولاية تكوينية هل هذا تعتبرونه غلو لا هذا يعتبر واقعية لا غلو القرآن الكريم يقول قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك اليمن وسليمان قبل ارتداد طرفك إحنا عادة ننظر أمامنا القريب إذا سمعنا صوتا ننظر بعيدا مثلا ثم بعد ذلك يعود إلينا طرفنا يعني يعود طرفنا إلى قربنا هذا يسمى في اللغة العربية ارتداد الطرف يعني تنظر نظر إلى البعيد ثم تنظر إلى بين يديك قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك يعني لحظات إذا واحد قال آصف ابن برخيا عند ولاية تكوينية أو شبه الولاية التكوينية هل تعتبرون هذا غلوا لا هذه واقعية إذا واحد قال إن عيسى ابن مريم كان يعلم الغيب هل تعتبرون هذا غلوا القرآن الكريم يقول وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم المسيح ابن مريم صلوات الله عليه كان يقول للفرد أنت تغديت بكذا اليوم إخبار الغيب وادخرت لعشائك كذا إذا واحد قال إنه يعلم الغيب هذا غلوب لا هذا مغلوب هذه واقع إنكار هذه الحقيقة جهل أو جحود بناء بناء على ذلك نحن يجب أن نبحث أولا أن عصمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ثابت أو غير ثابت إذا ثبتت هذه القضية بالبراهين القاطع بالأدلة العقلية بالآيات القرآنية بالأدلة النقلية فالاعتراف بهذا يعتبر اعترافا بالحقيقة ولا يمثل أي نوع من أنواع الغلوب هذه القضية قضية الاتهام بالغلو هذه تحتاج إلى مراجعة وإعادة النظر تحتاج إلى تفكير المقدمة الثانية أسمة أهل البيت صلوات الله عليهم هل تنافي بشريتهم هذه الشبهة شبهة البشرية تطرح في مقامات متعددة النبي بشر وبشر مثلنا القرآن الكريم يقول قل إنما أنا بشر مثلكم الأنبياء كلهم كانوا بشرا أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم كانوا بشرا فكيف توفقون بين العسمة وبين البشرية الجواب على هذه الشبهة واضح ولا يحتاج إلى مؤون قل قل إنما أنا بشر مثلكم بشر مثلكم يعني شنو شنو معنات يَعْنِي مِثْلُّكُمْ في رتب هناك تفاضل تفاضل في عالم النبات القرآن القرآن الكريم يقول وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَفَضَّلْنَا هُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا تفضيل للبشر على كثير من العوالم الأخرى وَالْكَائِنَاتِ الْأُخْرَى تفاضل بين الأنبياء الله تعالى يقول وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضِ تفاضل بين الرُّسُل الله تعالى يقول تلك الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ هذه حقيقة قرآنية وحقيقة وجدانية التفاضل نراه في الخارج التفضيل نراه في الخارج هل يمكن أن يكون معنى الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وآله بشر مثلنا في رتب التفاضل أكو واحد في الأمة الإسلامية يعتقد بذلك أكو مسلم يعتقد بذلك أن النبي مثلنا في درجة واحدة في رتبة واحدة ما أظن أكو مسلم يعتقد بذلك قطعاً هذا المعنى لا مراد من الآية الكريمة المعنى الآخر الذي أشار إليه الإمام الصادق صلى الله عليه ضمن حديث مذكور في التوحيد في كتاب التوحيد مثلنا في التركيب يعني الله تعالى لم يبعث إلينا ملكاً بشر مثلنا الله تعالى يقول ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً ما نتمكن نعيش مع ملك الملك لا يمكن أن يكون قدوة لنا الله أكو في مكان من القرآن أو في الروايات يقول لنا اقتدوا بالملائك أكو آية الملك مقابل للاقتداء ملك يعبد الله سبحانه وتعالى عشرة آلاف عام أقول اقتدي بهذا الملك مقابل للاقتداء الذي بعثه بشر مثلنا هذا معنى الآية كما يبدو له حالات بشرية حالة البشرية يعني شنو؟ يعني يموت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن متى فهم الخالدون؟ النبي يموت حالة بشرية النبي له زوجة وذرية حالة بشرية واجعلنا لهم أزواجاً وذرية النبي يأكل الطعام وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام بشر في التركيب وفي الحالات البشرية وفي الحالات البشرية النبي يتألم عندما تخلون المنشار على رأس نبي من الأنبياء لا يتألم؟ لماذا يتألم؟ ذاك النبي الذي نشروه بالمنشار النبي عندما يموت ولده لا يتألم؟ لماذا يتألم؟ النبي صلى الله عليه وآله عندما مات ولده إبراهيم أو قتل أكو تحليل تاريخي أنه قتل ولم يموت عندما مات ولده إبراهيم دمعت عيناه رجعوا الرواية في الكافي وقال النبي صلى الله عليه وآله العين تدمع والقلب يحترق من ناحية التركيب بشر من ناحية الحالات حالات يعني شنو؟ يعني يولد يأكل الطعام يمشي في الأسواق يتزوج تكون له ذرية يموت من هذه النواحي ولكنه بشر مفضل وفي الآية الكريمة لعله نجد إشارة إلى هذا المعنى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه الله تعالى لماذا اختار هذا للوحي ولم يختار شخصا آخر لأنه عند مؤهلات والآخرون لم توجد لهم هذه المؤهلات الله تعالى يقول وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ الله تعالى يقول وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا تفضيل هذا فبناء على ذلك الاعتقاد بهذه المقامات مقام العسمة مقام علم الغيب وغيرها من المقامات لا ينافي بشرية أهل البيت وبشرية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هذه المقدمة الثانية المقدمة الثالثة الغاية المترقبة من طرح هذا البحث لماذا نطرح هذا البحث؟ عرفنا أن النبي معصوم أو لا وأن أئمة أهل البيت معصومون أو لا ما هي النتيجة؟ ما هي الغاية المترقبة؟ في علم المنطق يبحثون أن الغاية من الرؤوس الثمانية المهمة أو الثلاثة في كل مبحث وفي كل علم هناك نتائج كبيرة تترتب على هذا المبحث ولكن نشير إلى نتيجة واحدة هذه النتيجة التي نحتاج إليها جميع المسلمين يحتاجون إليها وهذه النتيجة انحصار المرجعية عند مفترق الطرق في أهل البيت صلوات الله عليه عندما تتعدد الطرق تتباين الطرق المرجعية الوحيدة هي لأهل البيت فقط لماذا؟ لأنهم معصومون العصمة يعني أن الطريق الذي يسلكه المعصوم هو الحق الذي يناقض طريق الحق ما هو؟ هل يمكن أن يكون هناك حق وحق عند التناقض أبدا لا يمكن أن يكون هناك حق وحق القرآن الكريم يقول فماذا بعد الحق إلا الظلال وراء الحق ماكو حق آخر وراء الحق هو الظلال لا يمكن أن نقول هذا اجتهاد وهذا اجتهاد كما يقول كثير من المسلمين يمكن واحد يقول النبي اجتهد وأبو لهب اجتهد ممكن اجتهدان النبي حق إذا النبي حق فأبو لهب باطل إذا طريق النبي حق فطريق أبو لهب وأبو جهل باطل أنتوا لاحظوا هذه الآية بالقرآن نحن نعتقد أن القرآن معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هذا معنى العسمة عسمة القرآن إذا شين ناقض القرآن هل يمكن أن نقول هذا اجتهاد وهذا اجتهاد لا كل ما ناقض كتاب الله في رواياتنا فهو باطل فهو زخرف اضربوا به عرض الجدار إذا علي كان معصوما صلوات الله عليه يعني يمثل الحق يعني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إذا معاوية ما يمكن أن تقول اجتهاد هذا هذا باطل علي إذا كان معصوما فهو الحق ومعاوية الذي حاربه فهو الباطل يكون هناك مذهب مذهب المصوب يقول علي صواب ومعاوية صواب إحنا عدنا تصويب في عالم التكوين يعني واحد يقول في علم الفلك أن الأبعاد متناهية واحد يقول لا الأبعاد مو متناهية هل يمكن أن يكون هذا حقا وذلك حقا لا تخطئ إحنا قائلون بالتخطئ ولا نقول بالتصويب إذا واحد قال الجزء الذي يتجز موجود واحد قال الجزء الذي يتجز مو موجود هل أنتم قائلون بالتخطئ أو التصويب في عالم التكوين قطعا واحد منهم خطأ ما يمكن يكون كلاهما حقا مرة أنتوا لا تعلمون الطريق دققوا في هذه النقطة مرة واحد ما يعرف الطريق هنا يلجأ إلى الطرق الظاهرية نقول هذا اجتهاد هذا مجتهاد أنتوا عدكم مريض لا سمح الله ما تعرفون الواقع الواقع مجهول لكم ماذا تعملون تلجأون إلى الطرق الظاهرية الطريق الظاهرية هذا الطبيب وهذا الطبيب هذا الطبيب يقول اعمل كذا وذاك الطبيب يقول اعمل كذا انت ما عندك طريق إلى الواقع انت مجبور اما ان تعمل بقول هذا الطبيب او بهذا الطبيب ولكن عندما وصلت إلى الواقع وإلى الحقيقة ورأيت الحقيقة امامك هذا هو الحق وغيره باطل مو اجتهاد باطل وهذه نتيجة مهمة احد الافراد كان ينقل يقول هذا حوار جرى بين شخصين في ضمن كلام قال احدهما للاخر انت اذا كنت في صفين ووقف علي في هذه الجبهة ووقف معاوية في هذه الجبهة مع من كنت تكون اذا علي صلوات الله عليه الآن مو موجود بوجود ظاهري خطه موجود مع من كنت تكون هذا السؤال يطرح على كل مسلم واضح الجواب واحد يذهب مع معاوية او مع عليا ولكن الرجل المحاور اراد ان يلتف ويفر من الجواب قال اذا كنت في صفين فاحاول ان اصلح بين علي ومعاوية الصلح خيش الصلح سيد الاحكام هذا الطرف قال له جيد اذا لم يتم الصلح فماذا تفعل لم يتصالح علي ومعاوية شنو موقفك فقال الرجل كنت اذهب واقف فوق التل فأجابه هذا الطرف هذا الخلاف القرآن لأن الله تعالى يقول فإن بغت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي معاوية باغي الفئة الباغية اذا الصلح لم يتم كما يقوله هذا القائل يجب ان تقاتل معاوية واذا تقدر ان تقتل معاوية اذا وصلت الى معاوية والسيف بيدك فاضرب رقبته القرآن يقول فافحم الطرف ما الا جواب اذا كان علي يمثل الحق فمعاوية يمثل الباطل اذا كان الحسين يمثل الحق صلوات الله عليه فيزيد ابن معاوية يمثل الباطل انحصار المرجعية لا اقول مرجعية اهل البيت انحصار المرجعية في اهل البيت هل هذا الواقع قائم انحصار المرجعية في اهل البيت او اهل البيت خليناهم على الراف الان في جامعات البلاد الاسلامية اكو حضور لأهل البيت لا اكو حضور لفقه اهل البيت في الجامعات العالمية يدرس فقه اهل البيت لا في المسائل الاعتقادية وهي اعقد القضايا هل رأينا ماذا يقول اهل البيت رجل نقل لي شيء عجيب هذا نقوله بين قوسين احد المحققين احنا عندما مثلا نريد ان نبحث قضية علم اهل البيت علم النبي او علم الامام نشوف روايت اهوايا نقوم نقوم بالرجوع الى كتاب الكافي باب عدة روايات موجودة في موضوع معين ربما تكون بعض الروايات ضعيفة ربما تكون في باب كل الروايات ضعيفة تنتهي القضية نقول ماكو دليل على هذه القضية هذا خطأ الكليني رحمة الله عليه انتخب من الروايات يعني في باب علم الامام او في الباب الكذائي اكو مئة روايات يعني القضية القضية متواترة القضية مسلمة ماكو فيها نقاش الكلين من هذه المئة رواية انتخب ثلاث روايات لانها اوضحها او افضلها او بعض الافراد قلون لا هاي ثلاث روايات كلها ضعيفة اين بقية الروايات واحد في كتاب كاتب موضوع محل الكتاب معين اكو هذا الواب كم رواية عشر روايات كلها ضعيفة اذا طار الموضوع هذا مو منهج علمي هذا المحقق يقول نحن بحسنا حول الروايات الواردة حول علم الامام تدرون كم رواية طلع فوجدنا ان هنالك ثلاثة الاف رواية حول علم الامام شوفوا شلون عدد هائل الكلين كم روايات من هاي ثلاث الاف وفرضوا ميت روايات احنا في القضايا الاعتقادية المعقدة يجب ان نرجع الى اهل البيت المسلمون يجب ان يرجع الى اهل البيت الان القضايا العقائدية مو محلولة العالم دا يتخبط في القضية الاعتقادية قضية الجبر والاختيار الى الان مو محلولة عند المسلمين قضية القضاء والقدر الى الان مو محلولة عند المسلمين قضية الى الان مو محلولة عند المسلمين وحلها عند اهل البيت اين مرجعية اهل البيت في الفروع الفقهية يجب ان نلاحظ ماذا قال اهل البيت هذا النموذج من النماذج الفقهية في التفسير الكبير في هذه الطبعة صفحة مية وثمانين اكو هناك قضية فقهية الان هي محل الاختلاف بين المسلمين من 1400 عام الى هذا اليوم وهي قضية الجاهر ببسم الله الرحمن الرحيم الفخر الرازي وهو من علماء العام يطرح هذه القضية في خلال اكثر من صفحتين ويقول هنالك اقوال متعددة في هذه القضية واحد الكتب اللطيفة اذا تراجعونها كتاب مسائل فقهية لشرف الدين رحمة الله عليه طارق المسائل الفقهية الخلافية بين مذهب اهل البيت وبقية المذاهر علي بن ابي طالب يقف يقف في جهه علي بن ابي طالب صلوات الله عليه يقف في جهه عندما كان يبدأ كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويجهر بها وفي مقابل ذلك انس يروي رواية يقول صليت خلف رسول الله وخلف الاول والثاني والثالث وكانوا يستفتحون القراءة ب الحمد لله رب العالمين بسم الله ما كانوا يقفون علي بن ابي طالب وانصار هذه النقطة توقف الفخر الرازي يقول ليش ما جاب اسم امير المؤمنين علي بن ابي طالب انس عاش مع امير المؤمنين شاهد امير المؤمنين وين اسم امير المؤمنين وين موقف امير المؤمنين لاحظوا الروايات مجموعة من الروايات حتى إلغاء لاسم امير المؤمنين في رواياته يقول جاء النبي صلى الله عليه وآله وهو يتكئ على ابن عباس ورجل آخر من هذا الرجل الآخر ابحث في بقية الرواية اجمعها خليها بعضها مع البعض الآخر وإذا به تشوف الرجل الآخر علي ابن أبي طالب حتى اسمه لازم يحذر بعدين الفخر الرازي يقول عن أنا ست روايات موجودة متناقضة الرواية الأولى يقول صليت خلف رسول الله وخلف الأول والثاني والثالث فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين بسم الله ما كانوا يقولون الرواية الثانية عن أنس أيضا يقول إنهم ما كانوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم مقاربة في المضمون للرواية الأولى الرواية الثالثة شوية يتورع أكثر أناس يقول لم أسمع أحدا منهم قال بسم الله الرحمن الرحيم يمكن كانوا يقولون بس أنا ما سمعت ما أتحمل المسؤولية الرواية الرواية الرابعة بالحمد لله سيرة النبي والأول والثاني والثالث فلماذا أنكر المهاجرون والأنصار على معاوية؟ معاوية اجي إلى المدينة بدأ الصلاة بإمامة الجماعة قال الله أكبر الحمد لله رب العالمين فلما كمل أنكر عليه المهاجرون والأنصار وقالوا له يا معاوية أنسيت أم سرقت من الصلاة؟ هذه الرواية الرابعة يرويها أنس الرواية الخامسة أنس يقول أن رسول الله والأول والثاني كانوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم الرواية السادسة فسئل أنس خادم النبي صلى الله عليه وآله عن الجهر بسم الله الرحمن الرحيم فقال لا أدري هذه المسألة الفخر الرازي إلى تعليق لطيف يقول فثبت أن الرواية عن أنس في هذه المسألة قد عظم فيها الخبط والاضطراب مو معلوم أنس شنو دا يقول ستة أشكال دا يتكلن فوجب الرجوع إلى سائر الدلائح أنس خلي على جانب وأيضا هاي التفاته اللطيفة مهمة في رواياتنا هاي الالتفاتة موجودة ففيها تحمة أخرى يعني أنس متهم في رواياته وهي أن عليا كان يبالغ في الجهر بالتسمي كان مقيد بذلك فلما وصلت الدولة إلى بني أميه بني أميه ضد الهاشمي بني أميه ضد نفس النبي حارب النبي ما دام السيف كان بأيديه عندما سقط السيف من أيديه ما قدره منطق معاوية لا والله إلا دفنا دفنا منطق أبو أبو سفيان فوالذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ولا نار منطق ابنه ابن معاوية يزيد ابن معاوية لعبت هاشمه بالملك فلا خبر جاء ولا وحي النزال بني أميه مو فقط كانوا ضد علي ابن أبي طالب صلوات الله علي ضد نفس النبي بالمقدار اللي كان ما كانوا يقدرون حاربوا علي إحقادهم ضد الهاشميين وجهوها وأفرغوها ضد أمير المؤمنين أي شي كان يقوم به أمير المؤمنين ولو كان هو الحق الصريح غيروا نحن لازم نفكر هذا الفقه اللي عندنا فقه منه فقه معاوية فقه بني أميه أو فقه رسول الله صلى الله عليه وآله فلما وصلت الدولة إلى بني أميه بالغوا في المنع من الجهر سعيا في إبطال آثار علي فلعل أنسا خاف منه هالشكل المتناقض دا يحشي خو السيف على راسه يخاف من بني أميه فلهذا السبب اضطربت أقواله فيه ونحن وإن شككنا في شيء فإنا لا نشك هذا كلامه واي مهم يقوله الفخر الرازي فإنا لا نشك أنه مهما وقع التعارض بين قول أنس وقول ابن المغفل في قبال علي بن أبي طالب أنس يوقوف وعبد الله بن المغفل وبين قول علي بن أبي طالب الذي بقي عليه طول عمره فإن الأخذ بقول علي أولى فهذا جواب قاطع في المسألة بعدين في نهاية البحث راجع البحث بحث لطيف يقول إن الدلائل العقلية موافقة لنا وعمل علي بن أبي طالب معنا ومن اتخذ علي إماما لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقة في دينه ونفسه نحن عندنا سؤال من الفخر الرازي فقط في هذه القضية لو في كل القضايا الفخر الرازي في تفسير وفي كتب يتخبط أيما تخبط في المسائل الاعتقادية قضايا معقدة مرة قلت الكون كله غامض وأغمض ما في الكون القضية الاعتقادية أو العقدية أغمض ما في الكون لماذا لا تأخذ دينك من علي بن أبي طالب في تلك المسائل المسلمون أيضا هذا السؤال مطروح عليهم جميعا لماذا لا تأخذون دينكم من علي وقد قال النبي صلى الله عليه وآله علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث ما دار أهم نتيجة أو من أهم النتائج التي تترتب على مسألة عصمة أهل البيت انحصار المرجعية فيهم في المواقف وفي القضايا الاعتقادية وفي الفروع الفقهية وفي المجالات كافة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآياتي أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر